لكن يبقى هناك كلام كثير بي بعضمة لسان مجرد بداية اللي حصل في مباراة الأهلي في برج العرب مع الإسماعيلي مجرد بداية أداء رائع جدا أداء هاي الأشياء به الكثيرون وفوز مهم وفيه مكاسب كتيرة جدا لكن تبقى فقط هي مجرد بداية آه نقدر نبني عليها نقدر نستفيد من إيجابياتها نقدر ناخد بالنا من سلبياتها أولا بأول نقدر نأكد على الأهم فيها إزاي يفضل جمهور الأهل في ظهر فرقته السنة اللي فاتت الموسم اللي فات البداية كانت أروع من كده لكن الآخرين قدروا في النص السكة ياخدوك في سكة تكسير في اللعيبة تهميد للعيبة فتنة باللعيبة إشاعات بعض الإشاعات داخل الفريق فتنة باللعيبة ده فكرنا أكلمك في الحتة دي في منطقة الخطورة سيديهات التحليل بتقارن مين أكثر كفاءة بين اتنين من لعبة نادي الأهل محمد شريف والشادي هو فيه فتنة ألعن من كده فيه فتنة ألعن من كده ويجيب لك ده ويجيب لك ده ويقول لك مين اللي حيلعب يا راجل ده بتاعتي ما بتقارنش باتنين لعبة وبعدين لما يحب يقارن يقارن لك بين أحمد ياسر ريان وشادي كلين لعب تلقل ببعض ولا يقارن مثلا بين جزيري مثلا وسامسون هو مين طيب هؤلتنين نعبوا واحد جاب جنو تاني ما جابش ما قارنتش بينهم ليه ايه ده ايه الخبس ده أنا بقول الخبساء في نطاق معين لكن ده كمان لا ما يبقاش السودادات التحليل بتاعنا بهذا الشكل بجد ما تزهقناش بقى لا حسن اه يعني واحنا بنبتدي بداية جميلة بنشيد بتصرفات المسئلين ما يقتيش الإعلام وهو يفرق الكابتن متحة شلبي ها اه يعني عمل حاجة عايزة سقفله عليه جيه قالك ايه بناسبة استقالة حسني كابتن حسني عبد الربو يا جماعة ايه التقليع دي بالعالم كله ما فيش مدير كورة ايه التقليع اللي احنا بنعملها دي ليه مدير كورة اه انا مش قصدي امير امير مشرف عالك برافو عليك تاهته الاناها وسيد عرل الحافيز ياسي دي خليه مشرف عالك مشرف عالك وكل ايه كابتن متحت نبا كابتن متحت شيء من العدالة شيء من العدالة بلاش الطريقة دي يعني اتعايز تدرب طب واحد واستقال او حيستقال او حيستقيل بتدرب البقل ايه فيه ايه والا 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 اللي بيعترض بنشوفهم اللي بيعترض على حكم واللي مش عارف بيشاول ايه والله بس بسرعة طلع امير من الموضوع بس با امير مش قد على امير امير مزعبش مني مش انت انا مش انت انت مشرف يا راجل طيب بها برضو ده يا جماعة في العدالة الغايبة لانه هو انتو حد تكلم على انه سيف الجزيري ولا سامسون الراجل الجديد ده حد تكلم ده اللي بيلعب التاني فين حد سأل سؤال مين افضل ليهم حد حد قال ان ان ده المفروض يتقال لا السعيد اسمه ايه اللي سابوف زمالك ما هو جاب جون النهاردة عمر السعيد عمر السعيد لفيوتر حد قارنه باللي موجودين يعني ايه الطريقة وهنا بقى لازم لازم يا كابتن ياسر تكير من اللي حيستدرجوك كل مبنك حيجيبون اه انه مع العظيم مهيب اه الذي يقدم نموذجا في ال الاحلام الرياضي ايه لازم يستثمره انه ابنه وجاب جون وشعار كل مشاد حسين هاي المسكورة وبدأ يبتلع الطعم انا شفت الكابتن ياسر حيرلع الطعم انت جميل وبتحب النادي الالي وابنك مش بعيد عن النادي الالي وقال لنادي الالي ما كانش حط شرط ان انا قدر اخده استرده استرده بمبلغ محدد اكنه اشترى شادي لانه اخد شادي وده لهم احمد ايه فهو دلوقت اكنه اشترى شادي من الاسات بالاضافة الى احمد احنا عايزين احمد يتقلق لكن اذا كنت هتفضل كده كل ما يحصل حاجة تدخلنا بقى في المقارنات دي قال لولادنا خلي باله ياسر انت راجل بتعشق النادي الالي انا اعلم وعلى يدي ما حدش اشربك الطعم ده الحقيقة فكرة المقارنات يا جماعة على قد ما فيها من مش عايز اقول لفظ برضو مش في مكانه لكن هي حرص باستمرار عند الكابتن سيف زاهر مين احسن ده ولا ده المسألة بين الافراد والقدرات ما هيش كده خالص مش هقدر اقول مين احسن احمد شغير ولا سيف زاهر يعني مش اكيد الكابتن سيف مش هيقبل المقارنة لانه ده في سنه ده غير سن ده في خلفية الرياضية ده غير خلفيته ودي مقارنة برضو صح كده اصدر امراهيم ايه لا ده قارنة انت تيجي تقول الخطيب ومش عارفه مين طب ده ده بتقال مين احسن لعب في تاريخ الكورة بتقارن بينه الضزوي وبين لا المقارنة يكون مع يعني مع الليفل يعني طبعا انا بكلمك على خرق المعايير على انه مفترض انه ما يبقاش فيه مقارنة وليه ما استمتعش بسيف واستمتع بالكابتن ده له اداء ده له اداء ده له طريقت ده له طريقت ده له اسلوب وده له اسلوب ده عنده علاقات وده عنده علاقات ده عنده حسابات وده عنده حسابات بين كل الناس مش مش لتنين دولتحدث بس انا انت بتوعب بين الاخوات يا استاذ ابراهيم ده اخطر حاجة يعني ما تيجي تسأل مين اخين هو مين ازكى مين اشطر مين احسن يعني عايز توصل ايه الرسالة عايز توصل ايه انه يعني يغيروا من بعض او واحد بيتظلم على حساب التاني ايه الرسالة يعني الان لعب ماتش واحد في الدورة يا جماعة ماتش واحد في الدورة زي وزي غيره يبقى السؤال من الكابتن سيف للأستاذ حسن مستكاوي هو شادي ولا شريف ده ده جب جب محل ليه نسمعه نسمعه محمد شريف وشادي شادي شادي محمد شريف يبحث عن ذاته او الرجل على قناعة بيفوقه لان السيناريو بيتقرر طول يدفع محمد شريف ثم لا بس في فرق بالاتنين تمام ده له دور اه وطريد اداء في اوقات من المباراة وشادي له دور وطريد اداء في الوقت التاني من المباراة الاتنين مش زي بعض يعني الاتنين مختلفين بس انا اللي قلتلك شادي لان شادي انتاجه حتى الان اكثر ايجابية من محمد شريف ممكن اعرف الفرق بينهم شوف مساحة حركة شادي في شكلها ايه شادي بتحرك في 30 متر او الاخرانيين يعني سواء جوه الصندوق او برا الصندوق طيب شادي بيستلم حتى لو استلم بظهره بيلف ودريبلر ممكن يرقص ويفوت ويستخدم المهارة دي شريف ما بيفوتش الا في مساحة يعني يعني لازم تبقى حتى لو مش سبرينت بيعمله لو هو واحد على واحد لازم يفوت من واسع يعني يرمي الكرة وبيجري ويعتمد على صرحته بس سامح حضرتك اعتقد ان تقيمه على الاتنين ان هم تسعة يعني الاتنين بيلعبوا في البوكس ايو ما فحيقيم على الانتاجية ايو يعني شريف بقاله اكتر من مطش جاله عدد كبير جدا ولم يحرز اهداف ايو شادي اللي بتجيله يا هدف زي النهاردة يا واحدة بتتوصل خطورة بشكل جدير طبعا طبعا وعشان كده يعني هنا بقى وانا قلتلك الانتاج بتاع قلتلك لما تقول لي شادي ولا شريف قلتلك اجابتي كانت شادي على الانتاجية الانتاج في المحصلة ايه لكن ده له طريق اداء واسلوب اداء وده ليه طريق اداء واسلوب اداء والرجل بيحاول يستبيد بين الاتنين من الاداء بتاع الاتنين المختلف بين الاتنين تماما هو كابتن او الستاذ حسن بسكاوي قد اجابه في سياق الكلام وانا كنتش اتمنى ان يبقى فيه كونكلوجين يعني قول فلان لكنه قال ده له اسلوب وده له اسلوب ده بيلعب بطريقة وده بيلعب بطريقة وكلها هما مهم وده له وقت وده له تغير وده له وقت وده له مباريات وده له مباريات وده بيتقلق وده بإذن الله تقلق محتاجين للاتنين كفى من فضلكم هذا الاسلوب وعايز تقارن استنى خمس ستة اسابيع وبقارن بين لعيب في نادي مع اخر في نادي منافس انما تقارن اخوات ببعضيهم هنقولك لا يمكن تكون نياتك سليمة مستحيل تكون نياتك سليمة وانت بتقول لاخين بتجيب عموهم يقول مين اللي حسن فيه هذا الكلام لا ستوب ما يستحق وإيه وعمال يدي تفاصيل وفي الانتحام وفي المراوغة وفي الفعالية فيه ايه كابتن سيف لا كابتن سيف من فضلك اتفقنا كثيرا واختلفنا احيانا لكن هذه المرة خلاف خلاف منهجي منهجي ده مش ممكن يكون اسلوب نقط ولا اعلام وإلا هو لا يسأل إلا عن لعبة الأهل فقط ايه ده حشيك حسن الني تسألت على مهيب تسألت على مهيب مع ياس الريان ما تسألت شير بقولك يا رب موجودة والنبي والرقال نشوف تسعين في المية من اللعبة اللي موجودة في المالة بطي بسبتها واللعبة اللي بينزلها شط خلاص بقى البديل يعني خلاص انت ما بين حمد فتحي وعمر السلية ما بين محمد شريف وشهاد حسين تمام لكن الاربع لوره وسبتين فعلول واكرم توفيق وعبد المالة ومتولي خلاص بس ده مهم ايوه ده سبات هل هيرتضي حسين الشحات بجلوسه مفيش اي حد مش حسين ولا غير حسين مفيش اي حد يرتضي كل اللعيبة اللي انت قلتين دولة مهيب لعبة نكون كبار وتقالوا لهم احساسي نادي لعبة أفشا حسين الشحات جايز دي طريقة للضغط على اللعيبة دي عشان تشتغل اكتر وفيه ده اكتر ودورة ترجع نفس السؤال هل هيرتضي حسين الشحات طبعا ما عنده حل تاني لا يستمر لا انا فيه فترة يناير خلاص الرابط حمد هاني برضو ما نقول لك اهو خلي بقى لك انا متوقع الفترة يناير لا فيه لعبة ولا اسمها كبيرة ممكن تخرج من النادي لا على حسب زي ما تبينيش اي راس يعني حسين الشحات لو فضل الحل على كده ممكن برضو يطلب يمشي من تاني رامي ربيع ممكن يمشي من تاني ياسر ابراهيم ممكن يمشي من تاني عشان اسمها كبيرة برضو يبقى لهم توجد في منطقة مصر دولت ابرز تلاتة ياسر ابراهيم حسين الشحات رامي ربيع ايوه دولت ابرز والباقي بقى ممكن يقول لك لا انا كده كده موجود في النادي الاهلي وباخد فرصة وابقى موجود حتى لو خمسين خمسين لكن دولت هيبقى اللقاء خلاص هيقول لك انا هاعد ومش هلعب انا هاعد وبورد بس انت جبت اتنين من قلب الدفاع انت جبت ياسر ابراهيم وانه ربيع وقال لك حتى انا معتمد على ايمان اشرف كباديل وعندك اكرم توفية قدر يقدر بس برضو انت محتاج اكتر ملاعب في المركز ما انا بقال لك هو اللي هاللعب في مركز واحد موضوع صعب مش انا اللي هماش على فكرة كمدير فن مش انت اللي هماش العب اللي ممكن يطلب العز على فكرة الاسئلة نفسها سألها الكابتن ياسر وللأسف ستدرك فيها واجاب عايز تقولين ان ده حسن النية ده طبع لا يمكن يكون حسن النية يا استاذ مهيب لا يعني ما تخلناش برضو احنا برضو نعرف نعرف نرد يعني ونعرف ندافع عن نجومنا بس للأسف الشديد ما تستدركش ناس كل همك انك توصل لغربك وان شاء الله على حساب علاختهم بناديهم زي كابتن ياسر ريان لا ينفعش يقعد يسمع الكلام ده ويوافع عليه دون ان يرد انت راجل مدرب ما فيش حاجة اسمها مين يمشي وإلا تجيب لي عندك 18 نادي لعب 14 لاعب عايزك تقارن للـ 14 لاعب اللي لعبوا في كل المباريات بالـ 14 اللي عاديين عدك وبعدين كمان جملة جميلة قوي مش يقول لك التشكيل اليوم كذا ده يقول لك المستبعدين يعني المستبعدين يعني هو دول كان ممكن نزله هو سبعدهم يعني ايه يعني يعني ازاي انت عايز تشكل من 30 لاعب او 28 لاعب وتقول للمستبعدين اخي حتى لو خدناك بحسن النية الملاف الساعة ما تقول اختار كذا 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 عايز تقول فلان وفلان لا اسباب فنية وفلان وفلان لا اسباب اصابات ولو اني ما بحبهاش لي برضو فيها لكن بيان اسباب الغياب ماشي ولا غياب مفيش اسباب يا استاذ ابراهيم في لعب موقوف استاذ ابراهيم عنده نظرات وفي ناعس مصابة وفي نسرق يفنن للمدرب ودحقه يا سيدي افرد ان مفيش حدا مصاب حيحل المشكلة دي ازاي ما مره الكابتن لطيف قال لهم بعثنا نطلب دخل قط الانس عايز يعلن دي حكاية جماعة دي حكاية نفس علم بس علم الستاذ مهيب بص الناس كانت روحها طريبا زي كان الكابتن الجند اللي ارحمه مدرب المنتخب ومسافر اعتقد اوغندا مسافر دولة افريقية ومعاه مجموعة فعلا اي مدرب يحتار يلعب مين اعتقد كان فيها الخطيب وحسن شحاتة وفاروق جعفر ووسامة خليل ومصعد نور ومختار بقول لكم تقايل فعلا اي مدرب يحتار يختار مين لما يكون معاه مثلا في حراس المرمى الكرامي وثابت البطل وعاد المأمور فكابتن الجندي خلاص يوم المباراة والضهر ومش عارف يختار التشكيل فكابتن محمد لطيف رئيس بقس قال له ايوة يا جندي طب وبعدين قال له انا مش عارف ما انا لو قلت في لان التاني هيزعل قال له طب هات انت عايز مين راح واخد منه ال 11 في ورقة وراح داكل على اللعيبة قال لهم يا جماعة انا لسه جاي من الاتحاد اللغندي حاولت اقناحهم يلعبوا 15 مرضيوش وافقوا على دول بس وحايل التشكيل هو بيقول له هلو بسخرية مش يخرج عشان ينبههم انه مضطر يختار 11 ما تعدش تستألني ليه من حقك بعد الماتش بقى تقول هو فلان كان ممكن يهدي احسن فلان لكن الاسلوب دا ومين اللي حيمشي من اول ماتش مين اللي حيمشي اه يا رجل ايه يا رجل العظمة دي ياسر بيقول له يناير قربت ايه فتحة السدر دي ها ها ياسر رام بيقول له يناير قربت اللي رم ربيعة وفلان وفلان ممكن يمشوا شفت بقى على اساس انهم ما يعني بياخدوا الشنطة ويخرجوا انا بقع رسالت اللعيبة النادي الاهلي ها انتوا فاهمين بيعملوا فيكوا ايه بيهمدوكوا زي السنة اللي فاتت بالزبط بينزعوا ثقاتكم في جهازتهم الفنية بيدربوا واشفين في علاقتكم بالنادي الاهلي لانها الحقيقة في وقت ما نجحت ولكن والله العظيم ثلاثة لا تنجح الا لما يكون النادي الاهلي القدر بيعمله عملية فرز انا متأكد ان كل دي اللعيبة دي اشترت النادي الاهلي وعارف ان دورها جاي والراجل ده هو فاهم بيعمل ايه الشحات لعيب كل الفرق تشيلهم رامي ربيعة انهى الموسم ولا اعظم ياسر عنوان الرجولة والاداء الراقي الجاد امام الجماهير ما تخليش حد يلعب بعقولكم ولا شريف ولا شادي ولا مين احسن اعرفوا ان الناس دي والله لا عايزة مصلحتكم ولا عايزة مصلحت النادي الاهلي وتاني يا كابتن ياسر تكير اما رسالتي ورسالتك مع رشها تنضم يقول ليه انا قابلك اه لا اي اعلامي هيلجع لهذا الاسلوب هنفضل نتعقبك ونكشفك ونعرف اغراضك ونقول للناس اغراضك واضحة جدا 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 لانك لا تفعل هذا مع الاخرين حماية الفريق ده مهم جدا واللي حصل للاهل المسلمين اللي فاتوا لازم اننا واعد يقول له جمهورنا اغوى جمهورنا ساعة نعمل كده ده جمهور ساعة يقول فلان لفلاني جمهور المقارنات يا جماعة دي مرفوضة بالنسبة للعيبة مفيش لعيب كبير ولا صغير في الاهل ما عادش احتياطي من اول ما تقال يا كورة مفيش لعب ما يقبلش يقعد احتياط هي رؤية المدرب وفي النهاية المدرب بيلعب بالتشكيل اللي شايف انسب تشكيل بالنسبة له يحقق افكاره من المباراة واحتياجه منها ورؤيته للمنافس للاخوة المحللين اللي بيتكلموا عندهم دراية الراجل دماغه فيها ايه ولا حساباته من المباراة ايه ولا قريته للمنافس ايه كلها حسابات فنية فقط تخص المدرب وعلى اساسها بيختاره اللعيبة مرسيل كولر عادل بما فيه الكفاية لدرجة انه حتى التدريب بتاع اللعيبة المستبعدين وهو موجود في برج العرب متابع التمرين اللي في التشك وما نقول له متصور وما نقول له وبيقدر يقيس مدى جدية كل لعب فتأكدوا انه الراجل عادل جدا هيدر فرصة للعب اللي يستحقها في المباراة اللي تناسبه لكن مين احتياطه ومين اساسي ده حق قصيد للمدرب البهوات اللي بيتكلمه مدربين والمفروض مرسوا ده كلعيبة وبيمرسوه كمدربين لا البهوات اللي بتكلمه دول لو هم يعني عايزين يقولوا يعني ان ده شغل اعلام وده حقنا بتبرسوم على الاهلي بس الواحده ليه بالضبط مش الاهلي الواحده في الدوري والله فيه 18 نادي فيه الاهلي وفيه 17 نادي وريني بقى مين حيلعب 28 لاعب في كل مباراة و30 لاعب عشان ما تسألوش الاسئلة دي وطول ما كل الاخوة الزمله هيسألوا الاهلي بس هنقولهم لا لاحظوا ان انتوا بتعانوا من حوال اعلامي ظاهر لا هنتهمهم هنتهمهم في نواياهم واش كده وانحذر جمهور النادي الاهلي منهم وبرضو عايز اقول له جمهور الاهلي وانت تحب حد يجي يقولك مين ازكى من ولادك ولا يسأل وهو قاعد هو مين ازكى من مين طب انت بتحب مين اكتر من مين هل دا يليق؟ هل دي تربية؟ هل دي حاجة تفيد الاولاد؟ ازا كان اللي جابه اه كمله اشتركوا في القناة